كما بعث رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي برقية تهنئة إلى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي الفريق أول محمد زكي حيث تقدم إليه وإلى جميع أبناء قوات المسلحة البواسل من ضباط وضباط صف وجنود بالتهنئة بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر وأكد رئيس مجلس الوزراء أن رجال القوات المسلحة قدموا خلال نصر أكتوبر العظيم ملحمة خالدة وقف أمامها العالم أجمع لتصبح درسا في البطولة الخالصة والوطنية الصادقة وبذلوا أروحهم ودماءهم دفاعا عن الوطن من أجل استعادة الأرض واسترداد الحق